لو انت مهاجر يعني وعايز تهجر ديق الحياة الى ساعة الحياة ما ينفعش تطبع العلاقة ما بينك وبين بعض الحاجات هو ده معنى الكراهية ان في حاجات ما بينطبعش فيها العلاقة زي ايه؟ ما بينطبعش العلاقة مع الفاحشة ما بينطبعش العلاقة مع المحرمات ما بينطبعش العلاقة لان انت لو طبعت العلاقة مع المحرمات ومع ما يكره الله انت في الحقيقة كده هتظل مع نفسك الامارة بالسوء اه يعني هنجمع ده مع حديث رسول الله سلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله طب هو ليه قال من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله طب هي هاجر من اين؟ قاله هيهاجر من نفسه هيهاجر من افرأيت من اتخذ اله وهوى فيخرج من تأليه هوى النفس الى الله ده شيء مهم جدا لان بعض الناس افكارهم تبقى اهم عندهم مما يحب الله مش هنقدر نتجاهل اللي بيحصل في الوقت اللي احنا فيه ده وقت لما ييجي حد عايز يطبع في حياتنا مع ما يكره الله مش هنقدر مش هنقدر بأي حال من احوال ان احنا نرضى بأي شكل من اشكال التطبيع مع الفاحشة ولا التطبيع مع ما يغضي بالله سبحانه تعالى ولا التطبيع مع الشزوز مش نقدر بيكره ربنا سبحانه تعالى ده الله يكره هذا يكره هذا لا يحبه فأي شكل من اشكال التطبيع ده يخلينا محلك سر يخلينا لا نزكي انفسا وما يحشلش التزكية مجتمعية بالحكس المجتمع ينحدر ياريت اللي بيعيش مع ما يكره الله بيبقى حاله زي ما هو لكن المجتمع كله بينهار فما يبقاش فيه هجرة ما يتبينيش مجتمع جديد آه ده نم الهجرة قدمت لنا نموذج نموذج ايه؟ ان يتحول المجتمع الى قيمة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة هاجر لكي يجعل المجتمع قيمة فعمل مجتمع جديد بفكرة عبقرية هي فكرة الإخاء فاخرج الناس من العصبية القبلية وصنع فكرة رائعة مبتكرة وهي فكرة الإخاء عشان يصنع المجتمع على أساس الله ما يحب الله فيبقى فلان ده أخوه مش بناء على أخوة النسب ولا عصبية النسب ولكن بناء على الله فأصبح مرضات الله ومحبة الله هي المحور هي التي تدور عليه المدينة فانبنى المجتمع على ده أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يؤاخ المرأة أخاه لا يؤاخيه إلا لله ما إزاي بقى بتاعات الجماعات المتطرفة إنه بيعملوا كده ويطبقوا على المسلمين لا ده في بناء المجتمع ده ومعاكسه وعملوا عكس مراد حضرة النبي ده حضرة النبي عمل ده عشان يوصل الأمان المجتمعي والسلام المجتمعي إلى أعلى درجاته لما ينتقل إلى المدينة المتنوعة إلا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبنى فيها المجتمع فلذلك احنا مش نقدر نعمل أي حاجة بتهدد قيم المجتمع ولا منظومة أخلاقه لأن ده يكرهه الله طيب ربنا وما هنا بقى هنقدر نفهم بقى هو ربنا سبحانه وتعالى بيكره ليه بيكره إيه وليه ربنا سبحانه وتعالى بيكره بمعنى إنه مفيش حاجة بتضيقه حشية تعالى عن ذلك علوة كبيرة ليه لإنه مفيش حاجة بتأذي الله سبحانه وتعالى أم ربنا بيكره بيكره ليه بيكره لأجلنا يكره لأنه يريد أن يقول أن هذا فيه مضرة لكم زي إيه؟ زي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره سمعنا يا رسول الله كره لكم مش كره له لكن إن الله كره لكم يعني تجنب ما يكره الله هنا سيعود نفه لكم لا على الله يبقى إن الله كره لكم قيل وقال وكسرت السؤال وإضاعة المال يا الله حاجات مهمة وإننا نعرف أن دي مكروهة عند الله فأنت عشان تبقى مهاجر لازم تترك هذه السلاسة طب إيه اللي حصل؟ إن الله كره لكم قيل وقال وكسرت السؤال وإضاعة المال طب دي لما نتركها إيه اللي يحصل؟ الإنسان يحافظ على كرمته ويحافظ على قيمه ويحافظ على الحياة ويحافظ على السلام المجتمعي تخيل كده لما نبطل قيل وقال نبطل أي حد يسمع خبر يقوله أي خطف الأعراض الناس تخط فيه؟ أي كلام عن أي حد نتكلم فيه؟ تخيل كده لما نكره إحنا إن إحنا نكون خواضين في الأعراض أو نخوض مع الذين خاضوا أي حد بيقوله أي حاجة أنشر وشير ونتكلم ونكتب بوستات ونقول رأينا طب حد فينا تبين؟ لا محدش تبين فيحصل إيه؟ يحصل إن إحنا نضيع في بعرفنا ربنا كره لنا قيل وقال ليه؟ لأن قيل وقال دي أنا أقول لك شيء قيل وقال تقطع عليك الطريق للحق لأن تحت قيل وقال تضيع الحقيقة الحقيقة تضيع تحت ركام قيل وقال والحقيقة هي الجسر اللي منروح بها إلى الحق سبحانه وتعالى ونزاك ربنا قال وكونوا مع الصادقين لأن الصادقين بيعيشوا بالحقيقة فيصلوا إلى الحق فتحت ركام قيل وقال تضيع الحقيقة ونعيش بالإيه؟ بالكذب وإن الكذب يهدي إلى أعوذ بالله إلى الفجور أعوذ بالله وإن الفجور يهدي إلى النار أعوذ بالله فقيل وقال تعمل كده وكره لنا أيضا كثرت السؤال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن كثرت السؤال مهلكة لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوقكم تسوقكم يعني إيه؟ تخلكم سيئين وقد تقبلوا السوق وقد تعيشوا بالسوق ففيه حاجة اسمها السوق المجتمعي السوق المجتمعي إن المجتمعي يرضى بالسوق ويتعامل مع السوق إمتى؟ لما يكسر السؤال لما يكسر السؤال لإيه اللي حاصل؟ دي رخرة تجعل المجتمعي يصب بحاجة اسمها إيه؟ التشتت المجتمعي تلاقي بدل ما إحنا عندنا هدف واحد ومجتمعين وعندنا رؤية عايزين نحققها تلاقي كل واحد بيعمل حاجة تلاقي ده في البيوت فتلاقي الناس إيه؟ تذهب الريحهم يتنازعوا وتذهب الريح فإيه اللي حاصل؟ فما بقاش في قوة عارفيني الهشاشة اللي عند الناس دي جاي منين دلوقتي؟ من هذا التشتت المجتمعي فالناس ما بقيتش تجتمع على شيء للأسف يعني ده من كثرة السؤال كلام 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 ودي يقول ودي يقول ودي يقول ودي يقول لكن إحنا لو كنا أصلا مشينا على نهج الله سبحانه وتعالى المنهج اللي بيقول لنا إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا محضة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة السؤال وربنا كره لنا كثرة السؤال كثرة السؤال مش معناها أننا ما نسألش كثرة السؤال معناه أننا ما نضيعش الحقيقة بأسئلة لا معنى له ولا حقيقة لها ولا تنفعنا في تنميتنا ولا في تطورنا ولا في ترقينا في أسئلة كده أسئلة المقصود منها بس هو إحداث ربكة وفي أسئلة في الحقيقة كل اللي فيها مش فلسفة فرغة بس مش فلسفة فرغة بس ده أسئلة كل المقصود منها والعزب الله هو تشكيك الناس أنا مش إحنا كلنا عارفين الأسئلة دي نوع الأسئلة ده اللي كل الحكاية إن الناس تشكك الناس في حياتها وفي دينها وفي كل مجتمعات طيب اللي بعده وإضاعة المال يا الله على إضاعة المال الناس طبعا فاكرين إن إضاعة المال إنهم ما يروحوا يرموا بفلوس في أي حاجة هم الوقت مش مال إضاعة الوقت اللي بيحصل على مع وسائل التواصل الاجتماعي كل الإضاعة دي مش جديد نوع من أنواع إضاعة المال فين الرشادة طيب ربنا بيكرهوا ليه لأن من أكثر الموارد التي يصعب تعوضها هو الزمن الوقت فاللي بيضيع وقته ده بيضيع ما يمكن به أن يكون سبب من أسباب ساعة رزق فشوف المهانة اللي عتحصل للإنسان واحد قاعد يضيع وقته يضيع وقته يضيع وقته فإن نتيجة مش لاقي مورد يمكن أن ينفق بيه على أولاده أو ينفق بيه على نفسه أو يحافظ على كرمته فأصبح مهان يبقى إحنا فهمنا أن ربنا بيكره لنا الحاجات لأن هي لو عشناها إيه لا يحصل عن عيش في مهانة وعن نشتفعين وعلى هامش الحياة زي مثلا الحديث اللي أخرجه الإمام السيوتي أن الله تعالى كره لنا ستا إيه يا سيدي العبث في الصلاة يعني أنت مع ربنا سبعانا وتعبث في الصلاة يا أخي اتق الله خليك وقوموا لله قانتين لازم تكون قانت يعني إيه يعني عارف أن أنت بين يدي الله فإن لي يحصل فتفتح باب قلبك مش أنك أنت تصلت جوارحك على قلبك يبقى العبث في الصلاة إيه تاني والمن في الصدقة أهوز بالله ليه طيب لأن ربنا ونهانا أن احنا نتبع صدقاتنا منا وأذى طب ليه ولا تكونوا قلاتي نقدت غزبها ده نقدل الغزل ده صدقتك يا سيدي خلاص بتنتهي يبقى أول حاجة العبث في الصلاة تاني حاجة المن في الصدقة تالت حاجة الرفض في الصيام يجي يسوم يفضل يعمل حاجات كلها تخرجه عن الإمساك هو ممسك يعني رجل يحترم هذه العبادة العبادة اللي بتربيه فإيه اللي يحصل وكأنه بيستهين بالعبادة فيذهب تلك الفرصة اللي ربنا ادهاله عشان يكون في حالة خلوة مع الله في حالة اقبال على الله في حالة تفرغ ليه ما بينه وبين الله فإنه لي وأنا أجزي به بعد كده وضحك عند القبور يا راجل أنت القبور دي بيتمر عليها عشان تذكرك بالآخرة يعني تأخذك إلى التقو ودخول المساجد وأنتم جنب ويدخل المسجد وهو إيه جنب وآخر حاجة وإدخال العيون البيوتة بغير إذن إن أنت تتجسس على بيوت الناس وده يأخذنا إلى مفهوم أوسع جدا 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 للهجر اللي هو مفهوم إيه أن تترك ما يهينك أن تترك ما يشينك أن تترك ما يعبث بكرامتك وعشان كده الحديث الرسول لله السلام يقول إيه المهاجر من هجر ما نهى الله عنه تبناها عنه ليه لنهى يفسد عليك حياتك